اشتركوا في القناة الحزب يعرف بعض التوترات سواء نفسية او في اطار مكونته الناحية النفسية لا اخفيكم ان فعلا ما وقع للاخ وزير شبيب والرياضة ما يعيشه الحزب فهو ليسه بمريح وخصوصا ان في انتظار النتائي الاعلان عن نتائج اللجنة فالحزب ولا سيد وزير يعيشان تقريبا في حالات متهم وهذا نعتبره غير منصف لكن كيفما كان الحال هذه ضربة السياسة انا صراحة فعلا اتأسف واستغرب لانني قلت مرارا وصدر بلاغ عن الامانة العامة وانا متواجد بالخارج وصرحنا ان لم يكن هناك بتات النقاش حول احتمال الخروج من الحكومة او الاتصال بصيد رئيس حكومة لتهديده بالخروج او لطلبه اللي يعاقب يعني الوزير نحن كنا واضحين وقلتها مرارا وقلتها مؤخرا في ملتقى الوكلة الانباء المغربية العربية قلت ان نحن لا يمكن ان يكون لنا موقف الا عندما نتعرف على النتائج هذا هو يعني المبرر لتشبتنا بالنتائج السيد الوزير صرح بالامس انه ينتظر اذا ما تابتت يعني اذا مسؤولية الوزارة ولم يقل حتى الوزير الوزارة سيقدم استقالته هذا معنى انه يتحمل مسؤوليتها وستكون اول خطوة واول ظاهرة من هذا النوع داخل المملكة المغربية اننا لاننا نقدر ما هي المسؤولية السياسية هذا جانب الجانب التاني اذا ما كان الوزير متورط فهناك الحزب والحكومة والقضاء ربما سيتخذان موقف اذا كانت المسؤولية السياسية فحسب لان هناك خطأ للوزارة بالفعل سنتشبته سنحترم سنعترف للوزير بخطوته الجرئة وسنحتفظ به في الحزب لان المسؤولية السياسية فالكل من يدبر الشأن العام معرض فعلا بهذه المسؤولية اما اذا كانت الادانة الشخصية هذا شغل شيء اخر ولا اعتقد انه موجود